موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم النهاردة براي محمد هنشرح حل مشكلة التعريفات السونية على ويندوز 8 ويندوز 8.1 المشكلة دي بتقابل أغلب الناس ما بتجي تسبب التعريفات السونية هنشرح هنرضى حلها هندخل الأول حاجة على كده بعد كده لو انت ويندوز 8 هتلاقي عندك جنرال لو انت ويندوز 8.1 هتدخل على بعد كده هتختار بعد كده هتختار بعد كده هتختار ريستارتناو لو انت على ويندوز ات هتلاقي بعد ما تدخل على بي سي سيتنج هتلاقي جنرال بعد كده هتلاقي ريستارتناو على طول جنرال 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 بعد ما تدخل معامل هتفتح معك على الشاشة دي هنختار ترابل شوت بعد كده هنختار ادفانسد اوبشن بعد ما نختار ادفانسد اوبشن هنختار ستارت اوب سيتنج بعد ما نختار ستارت اوب سيتنج هنعمل هنعمل هتظهر لنا الشاشة دي الشاشة دي كل تحكمك فيها عن طريق كيبورد هنختار هندوس على F7 هنختار وندوس على F7 اللي هو الاختيار رقم 7 بعد كده الكمبيوتر هنعمل ستارت مع نفسه و هتلاقي بعد كده بعد كده هتلاقي الجهاز ما بتيجي تسطى بأي تعريفات بيجيب لك نفس الإطار اللي كان موجود في Windows 7 اللي هو اتمنى ان يشرح يكون عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته